لكن بنحاول بقدر الإمكان ما نحملش المواطن أي أعباء كل دي يا جماعة ليها كلفة على الدولة ولكن طالما إن إحنا في إطار الموازنة وبقدر الإمكان بنحاول نستوعب هذا الموضوع علشان يبقى المواطن أقل عب نمرره على المواطن أنا كل دي بقولها علشان تبقى توثيق للوضع للدولة المصرية النهاردة بتتحملوا عن المواطن المصري حضركم شايفين وامتابعين وده دورنا كلنا إن إحنا نوري إحنا مش بنقارن نفسنا ببعض بالدول أخرى ولكن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات بالكامل على مواطنيها ولكن إحنا كدولة مصرية النهاردة مراعاة طبعا للظروف بتاعتنا وعارفين كويس قوي كدولة وحكومة عارفة البعد الاجتماعي وعارفين قد إيه المواطن المصري بيتحملوا دايما كنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتحمل إحنا لعيب الأكبر وأقل القليل هو اللي نمرره على المواطن المصري آخر شيء النهاردة حابب أتكلم عليه إن إحنا برضو كتابة تابع مع معالي وزير التموين للاستعدادات لعيد الأطحى ويمكن كان فيه توجيه إن إحنا إن شاء الله برضو نزود من العدد الرؤوس الحية في خلال الفترة القادمة عشان نحافظ بقدر الإمكان على سعر واستقرار الأسعار فيما يخص اللحوم وكل سنة وحضركم طيبين في هذا الموضوع